السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدين هالنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال واحد اخطاء اللي هي سبعة الحقيقة هي سبعة اخطاء تؤدي الى فشل مشروع تربية الارانيب اذا اول خطأ وهو عدم تحصين الارانيب من التسمم الدموي والتسمم الماعوي التسمم الدموي كما اصبقت الاشارة اني احضرت عليه واحد كزاف ديال الفيديويات وهو فيوني بخافاك فيوني بخافاك وهي واحد اللي يبرع اللي ممكن اننا اذا ما اعطينا هاش الارانيب ديالنا ممكن انهم يموتونا لان هذا التسمم الدموي ضروري كي يجي مرة فالعام الشهور اللي كي يجي فيها كان ثلاثة ستة وتسعود هدو معروفين بالتسمم الدموي اذا ضروري من تحصين ضد التسمم الدموي والتسمم الماعوي تسمم الماعوي ممكن انكم ديروا واحد دواره مارخيص كي دير عشرة دلائم اسميتو هبا غينول هبا غينول اذا هذا هو يعني الخطأ الاول وهو عدم التحصين ضروري اننا نحصنه لانانيب ديالنا من الامراض اللي ممكن تجيهم على طول السنة اذا ادي رقم واحد رقم اثنان وهو الفرحة ديل المربي اسمو كدير كتخلي انه يتكلم كتجعلو انه يتكلم على الديك المشروع و التي النجاح دياله م consume اخرين اما sympathة يا لاني ويدخلوا على الارنب تصابوا بالعين وإنما الارنب سيخاف من الغريب سيخاف من الرائحة دياله ولو يكون في قلبه الرحمة ولا يكون طيف الصغير ولا يكونوا على تعين ولكن هما الأرانيب كيخافوا من الغريب أي واحد غريب كيخافوا منه أي كان كيخافوا من المشيه دياله من الرائحة دياله من الصوت دياله كيتبدل إلىهم الصوت ديال المربي ديالهم صفي كيتلفو كيفدوا يموتوا يعني واحدة والآخر إذن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي طريقة التعامل مع الأمهات فإذا كان المربي لا يعرف طريقة الجس من الأحسن لا يقوم بهذه العملية ما يخصوش يقوم بها لأنه يمكن أنه يقتل الأجنة بالضغط عليهم الضغط الخطأ يعني ما غديش يعرف اللهم زوجوا الأرانيب ديالكم وما تقوموش بعملية ديال الجس إذن هذه رقم ثلاثة رقم أربعة وهو نقوله كانت واحد الأرنب عندنا حاملة وعطاها المربي للذكر وأنها تزاوج مرة أخرى يعني سمو غدي يحدث غدي يحدث غدي يحدث واحد الخلل في الحساب بحيث أن الأرنب غدي ترمي الأجنة ديالها باش تستاعد الحمل الثاني يعني إلا المربي بقى كي يدير هاتي طريقة هاتي بزرط المرات ما غديش يفهم هو علاش ما كي تصدقلوش في التربية وهي خطأ في التدفير يعني يخص المربي يكون فاهم أش كي يدير إذن هذه نقطة نقطة أخرى وهو في عملية التزاوج يجب على المربي إحضار الأنثى للذكر وليس العكس لأن الذكر كي يقوم برش سائل المنوي دياله في المكان وكل رائحة قوية أكثر يعني ممكن أنها تأثر على الأنثى أكثر وتجعلها تطيع وتستجيب له إذن هذه النقطة نقطة أخرى لا يجب أن يكون ذكرين فتاتا ذكرين فالغان في نفس المكان لأننا سواء في الأقفاص يعني بحالة القفاص اللي راني داير يعني عازل هنتما ذرا ذكر وحتها ذا ذكر ولكن راني عازل كل واحد بوحده راني كل واحد عنده البيس دياله بوحده سواء في الأقفاص سواء في التربية الأرضية هي غير أن يكون صغار ما شي مشكل حدهم يوصلوا ثلث شهر ضروري عملية العزل والفصل إذا مشيتوا خليتوا جوج أراني في نفس القاطع كنوا متأكدين أن هذه خطأ كبير كيوقعوا فيه غالبية ديال المربين إذن سابع نقطة وهي الأخيرة إن شاء الله لا يجب مزاوجة الإخوة لماذا؟ لأنه حمو في الكومنتين قالوا لي راح ناك نزوج الإخوة وما عندنا لا مشكل لوالو فعلا هذي شي لقوتا مشكل ولكن غادي لاحظوا في الخلفات اللي جايين أول حاجة ما كيعطيوش العدد أول حاجة ثاني حاجة هذوك الخلفات ضروري ما كيحدث فيها تشوهات يعني بلا ما نقولوا يعني نوع ديالتشوهات ولكن هذوك تشوهات كيخلي المربي كيولي ما ما قادرش يبيع ممكن أنه يبيع يديه السوق غادي يديه هو مثلا ناقص عنده ودان ولا ناقص عنده شي حاجة لا يسر مهم احنا ما ما كان نعيبوش في حلقة ديالله ولكن شنو السبب لكي أدي لهادك يعني المشكل ديالتشوهات الخلقية وهي مزاوجة الإخوة وكنوا متأكدين أنها القضية ديال مزاوجة الإخوة ويعني المشاكل الليك تبرز عليها من بعد سموك يوقع أنها تولي وراثية يعني قاعدك للنسوات لانتو مشديتوهم وزوجتوهم وكبرتو وانتوات خورين وعطاوكم عوتاني وحدين خورين يعني خلفات خورين كتولي قضية وراثية يعني هذا خطأ هو شائع بالمربين ولكن في الحقيقة خطأ خص المربي يتجاوز إنها خطأ كبير كيولي عندك واحد القاطع يعني نتهي كتول مال علاش أنا بالذات اللي عندي تشوية خلقية علاش أنا بالذات اللي ما عنديش يعني الأرنب كتجيب لي مثلا 16 ولا 14 ولا ديما كتلقى ثلاثة جوج علاش هدق ناتج على مزاوجة الإخوة حاولوا أنكم تداركوا هاد السبع أخطاء كنظرن أنا نلخصها في واحد يعني ما بغيش نطول عليكم في دورها قصير ولكن راهم مهمين ومهمين بزا فحاولوا تداركوهم لأن قداش مما كان النجاح ديلا ديلا المشروع يعني كيفاش كيكون النجاح ديلا المشروع كيكون بالدكاء ديلا المربي وفيها بس أنكم تتفرجوا بحال الفيديويات سواء عندي سواء عند وحد أخر المهم أنكم تفهموا شنه هي التربية الأراني بسهلة ولكن يكون عندكم بعض المعلومات يعني كبداية المشروع ديالكم كنظن أنني توفق أنني نشرح ملكون في هذا السبعة الأخطاء الناس لماذا ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة قد يبدأ من ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم وكنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم الناس لماذا ما شاركوش معنا يشاركوا معنا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله